بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترند حلقة النهاردة جاية بالتأكيد بعد مباراة الاتحاد السكندري بالأمس في مباراة الدور العام مباراة كانت مهمة كانت من الممكن أن تكون مباراة الحسم لكن بالتأكيد ما زال هناك العديد من المباراة في أي وقت وفي أي لحظة من اللحظات الأهلي بطلة للدور العام الدرع رقم 42 وبالتأكيد عندنا تفاصيل كتيرة في حلقة النهاردة لكن على طول نبدأ في تفاصيل الحلقة ونبدأ مع سؤال حلقة النهاردة اللي بالتأكيد جاي مع أحداث مباراة اليوم والكل هيشاركنا من خلال هذا السؤال اللي طرحناه على كل المشاهدين من خلال طرح سؤال مهم جداً لعلاقة بالأمر المتعلق بمباراة الأمس شاركونا وانتظروا طبعاً بالتأكيد ننتظر رأيكم في خلال إجابة على هذا السؤال رأي كل الناس في مستوى التحكيم المصري في ظل وجود تقنية الفار وهل تقنية الفار ساعدت الحكام المصريين خلال الفترة الأخيرة ولا ما زالت هناك أزمات بالنسبة للتحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة كل المشاهدين يشاركونا في الإجابة على هذا السؤال من خلال حلقة النهاردة من برنامج التريند وبالتأكيد في الفقرة الأخيرة هنعرض كل مشاركتكم وإجابتكم على هذا السؤال وبالتأكيد هنشوف أراءكم في مستوى التحكيم المصري بالنسبة للمرحلة القادمة بالتأكيد سؤال مهم جداً وله علاقة بالأحداث الجارية منذ مباراة الأمس مع الاتحاد السكندري واللي شهدت أخطاء تحكيمية فجأة لم يكن يتوقعها أحد خلال الفترة الأخيرة لكن بسرعة ندخل إلى عنوين الحلقة ونشوف حلقة النهاردة من برنامج التريند فيها عنوين بالتأكيد مهمة جداً نبدأ بأول عنوان وعلها علاقة بالتأكيد أن الأهل بيغلق ملف الاتحاد السكندري وهيبدأ غداً الاستعداد لمواجهة مصر المقصة ندخل على التريند المحلي مواجهتين في الدوري اليوم مصر المقصة مع إفسي مصر ونادي الإسماعيلي مع المقاولون العرب ثم التريند العالمي الحكومة الإنجليزية تسمح بعودة الجماهير أول أكتوبر بالتأكيد دي كانت عنوين حلقة النهاردة من برنامج التريند عنوين اللي هي علاقة بالتأكيد بالأحداث الجارية ومباراة الأمس بالطبع كان فيها تفاصيل كثيرة بدايةً الأهل هو بطل الدوري بإذن الله ما فيش أي شك في هذا الموضوع لكن هي المسألة مسألة وقت ليه مسألة وقت؟ عشان نحسم المسابقة مبكراً ونبدأ نفكر في المسابقة الإفريقية مباراة الوداد المغربي لأنه بالتأكيد ده الحدث الأهم بالنسبة للمرحلة اللي جاية بعد موسم طويل وشاق ورغم التحديات لكن النادي الأهل معود جماهيراً أنه هيكون بطل الدوري وبفارق شاسع وكبير عن أقرب المنافسين حتى لو المنافس زي ما قدوا بكم على الجادة ولهو شايف المساء يعني الابتعاد ما بين صاحب المركز الأول والمركز الثاني كبير جداً ما فيش منافسة وحتى لو صاحب المركز الثاني شايف أنه ممكن يكون هو ده بالنسبة له رقم جيد لكن طبعاً بالنسبة أنه نحن ده الطبيعي الأهل ممكن يعمل فريق عشرين تلاتين نقطة عن أقرب المنافسين للأهل بالتأكيد بيسعى لي بطولة الدوري بالمناسبة الأهل في الصدارة باثنين وسبعين نقطة والزمالك في المركز الثاني خمسة وخمسين نقطة مع الوضع في الاعتبار أن الزمالك مخصوم منه كلام نهائي ثلاث نقاط في نهاية الموسم بعد انسحابه أمام النادي الأهلي في لقاء الدوري الأول وبالتالي الزمالك عندهم نفسها قوى جداً مع المؤولين وبيرميدز على من سيكون صاحب المركز الثاني تفاصيل أكتر عن ما حدث في مباراة الأمس مباراة الاتحاد والأهلي وبالتأكيد سعي الأهلي لي بطولة الدوري ولكن أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا تفاصيل في فقر الترند الترند مهمة جداً واسمعوها لأن في تفاصيل وكلام مهم بالنسبة للمرحلة اللي جاية